هذا أجرى صهرة الاثنين المنتخب الوطني المحلي آخر حصة تدريبية قبل القمة العربية وصدام الكروي أمام مصر الحصة كانت فرصة أمام نخب الوطني مجيد بوغر وطاقمه الفني لوضع آخر اللمسات والاستقرار على تشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الموجهة وجرت التدريبات وسط أجواء رائعة وبصفوف مكتملة بحضور جميعي اللاعبين بما فيهم لعب شباب نزداد مريزيق الذي لن يكون معنيا باللقاء للعقوب